نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية الملاكة تابعة لمركز ومدينة التل الكبيرة بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة تم الكشف خلالها على ما يقرب من ستمائة معطنة ضمت القافلة كل تخصصات طبية بالإضافة إلى سيدلية تتوافر بها كافة الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا تأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافلة الطبية المجانية في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية قافلة فيها معظم التخصصات الطبية البطنة الجراحة النساء الجلدية الأطفال الأنف والأذن بجانب تنظيم الأسرة معي جهاز أشعة ومعمل دم وطفاليات معي 99 صنف من العلاج الصرفي بالمجان وأحالة أي حالات محتاجة أي تخصصات أخرى أو تدخلات جراحية بالتنصيق مع مؤسسة حياة كريمة للمستشفيات الجماعية والمجمع الطبي بالإسم علي